الفعل له نسبة حقيقية إلى فاعل الفعل وله نسبة حقيقية إلى الله فإذا أكل العبد يكون آكلا إذن اللهم يكون ماذا؟ آكل فإذا ضرب العبد يتيما يكون ماذا؟ ضاربا لليتيم يعني قام بمعصية وأنتم تقولون نفس النسبة موجودة ماذا؟ فإذا الله ماذا؟ ضارب هذا هو الإشكال هذا الإشكال أعزائي أشار إليه السيد الطباطباء رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان في المجلد التاسع أعزائي صفحة 191 أعزائي هناك كلام في نسبة الأعمال إلى الأسباب يقول فللفعل نسبة إلى فاعله وله التفي جيدا النظرية الأمر بين الأمرين وله انتساب إلى فاعله فاعله بعين هذه النسبة مو بنسبتين حتى يكون أحدهما قريب والآخر ماذا؟ بعين نسبة نسبتان ولكنه ماذا؟ فاعلان ولكن بنسبة واحدة التي هي إلى فاعله لا بنسبة أخرى منفصل عنها مستقلة بنفسها غير أنه إذا انتسب إلى فاعل الفعل ليس بالضرورة أن يسند إليه فعل الفاعل يعني إذا قلنا آكل شارب نائم ليس بالضرورة اللهم يكون ماذا؟ شنو؟ ها؟ شارب آكل نائم لماذا أعزائي؟ يبين الدليل بشكل دقيق يقول ما هو الميزان؟ أنه يصح إذا قام فاعل بفعل فيتصف بالفعل وإذا قام باعل بفعل لا يتصف بالفعل لا بد أن يكون ظابط يذكره الظابط في صبح 193 يقولوا واعتبار هذه النكتة هو الذي أوجب لهم أن يميزوا بين الأعمال وينسبوا بعضها إلى الفاعل القريب والبعيد معاً ولا ينسب بعضها إلا إلى الفاعل القريب المباشر ولا ينسبها لمن؟ ها؟ للبعيد اللي هو هنا ماذا؟ أيضاً قريب هناك بعض النكتة إذا أريد أشرحها أيضاً يحتاج وقت ملاناً ما أشرح إن شاء الله الإخوة اليوم يذهبون ويطالعون ولكن أضرب لكم مثال بالأمس ضربتوا أعزائي هذا المثال وإن شاء الله والإخوة يراجعون التفتوا أعزائي لو تصورت زيداً الكافر هذا الكفر فعلك له فعل زيد ها؟ لا فعل زيد هذا مو فعلك تصورت زيداً الكافر مع فعله وهو الكفر فتستطيع أن تقول زيد كافر هل يمكن أن نقول لما تصورته فأنت الفاعل لهذا الفعل فأنت كافر؟ يصح أن يطلق عليك كافر أو لا يصح؟ لماذا؟ لماذا؟ لهذا النكتة التي أشار إليها سيد طبطواء هنا يقول بأنه ليس كل من فعل فعلاً أو أسند إليه فعل يمكن أن يوصف بذلك الفعل لا له ضابط هذا له ضابط أعزائي ضابطه هناك ولذا في الميزان أعزائي خلاصة ختام بحثي أقول في الأسفار المجلد السادس صفحة 274 يقول فإنك إذا تصورت إنساناً يأكل الخبز أو يشرب الخمر فهو وفعله معلولان لك طبيعي أنت أوجدتهما ولفعله نسبة إليه ونسبة إليك لأنه معلول لك لكنه إذا نسب إليه وقع عليه اسم الفعل تقول كافر ولو نسب إليك لا يقع عليك اسم ماذا؟ اسم فعلي فلا يقال لك شارب الخمر أو كافر هذا تمام الكلام يا عزائي في مسألة الأمر بين الأمرين على إجمالها